سيادة النائبة رئيس سعيدنات أنتوا تسيروا هذا الموضوع في مجلس النووي هو مشكلة المرض ده أنه مرض زي ما الدكتور قال أنه فعلاً بيقصر على الحياة وبعدين يعني دي إعاقة كاملة أنتوا كنائبة لو المبلغ دلوقتي 11 دولار برة قولي يعني ممكن يبقى عندنا احنا بـ 3400 دولار ما قيمة 3400 دولار مش ممكن تطلبوا بقى أنه يدخل ضمن برامج التأمين الصحي بالضبط هو طلب الإحاطة حضرتك مش بس عشان توفير الدواء بس أنا طلب أن يبقى فيه مراكز موجودة لأنه المريض بتاع دمور العضلات بيحتاج فيزيوسيرابي يعني علاج طبيعي كراسي طبيعة حياة معينة بالضبط فهم يحتاج يكون موجود فيه مركز أو مستشفى متخصصة لهذه الأمراض دول بيحتاجوا ياخدوهم من إيه توزيه يعني يتعاملوا معاهم بيحتاجوا حاجات كتيرة جدا مش بس العلاج فأنا طالبت أنه يبقى فيه مراكز متخصصة وفي المحافظات كمان يبقى فيه موجود مش بس في القاهرة يبقى فيه مراكز متخصصة في المحافظات بحيث الأمة ما تتبهدلش لأنه بيبقى شايلينهم دول هندكابينج يعني بيشيلهم ويتحركوا بيهم فدي كانت مطالباتنا وطبعا جيه قرار دكتور فخامة الرئيس ودكتور تيمر بتوفير أو توفير العلاج طبعا أنه هما قالوا خلاص يعني جابوه هنا مصر وأنه هما يوفروا فدي حاجة كويسة جدا وحاجة تحسسنا أنه هما مواكبين لطلباتنا ومتعاونين معنا جدا وشيء مبشر طبعا هو الدواء ده معروف دلاتي بيقدي نتائج إيه بالظبط أنا هقولي عن نتائج بس قبل ما أقوله عن نتائج بخلينا نكون عمليين شوية فضل يعني لو تكلمنا على نص 11 ألف دولار نحن نتكلم على 2 مليار و 400 ألف 400 مليون دولار يعني خلينا نكون وقعيين شوية يعني معلش ما أحترامي للتوصيات والمزانات اللي بتزيد لا هم زقونا هم يقملوا هم يعودون زقونا عزيين عشان نكون عمليين بدأت تحت إيدك شرب دواء بسيط جدا إذا تشرب إذا بتاعت الكحة هو ده مش حقا لا لا ودي حلوته دواء شرب ينفل إنت بتبدأ من سن 18 شهر لحد السن الكبير لشان بيعالج الثلاث أنواع طيب 1 طيب 2 طيب 3 وبالتالي هم عملوا في صورة شراب الحقيقة يعني يرفع لهم القبعة برضو وبالتالي حيبقى موضوع سيمبل إنه هو لياخدوا الموضوع فحرك شايف أنه يعني فلوس دي ما نقدرش ندخلها لتأمين أو يبقى في جزء منها لابد لها ترتيبة يعني لازم مشروع يعني عايزة أقول إيه مبادرة قومية لعلاج مرضى الدمور العضلات لازم شيء يتعامل يتعامل بقى يخش فيه تضافر جهود كثيرة جدا صندوق تحية مصر جمعات الخيرية التجربة علمتنا إنه لما رئيس الجمهورية معاه الحكومة قالوا إن إحنا حنعمل كذا في فيروس سي اللي هو الأكثر انتشارا نجحنا نجحنا وأهم المجلات أنا فاهم بس برضو العدد في 2013 أو الـ 12 أو الـ 11 أو الـ 2007 لما كنت تكلم عن الفيروس سي كان يبقى خيال علمي نحن نعلم فأتعالج فهي خطوة في خطوات أنا خدت لسه بتكلم بعد دكتور أيرين في الموضوع برضو الفيروس سي